السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة بنكمل كلامنا الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث أسرار الأرض كنوز الأرض وكلام بإذن الله هتسمعوا لأول مرة حصري فقط عندنا في هذه القناة بما آتانا الله سبحانه وتعالى من فضله لازم تتابعوا الجزء الأول والجزء الثاني من الحلقتين اللي نزلناهم عن أسرار الأرض علشان تكتمل عندك الصورة أول حاجة عايز أننا أتكلم وأقول يا أحباب لا تنصدموا من بعض الكلام أو الحقائق اللي أنا بقولها لأني أعتمد على القرآن وأعتمد على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحترم أبدا أي كلام أو أي نظرية تناقض ما جاء به القرآن الكريم وهذا هو منهجي في القناة إننا باعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وله وأعتقد إن الكلام ده حاجة ما تزعلشي تعالوا نبدأ على طول بكلمة السر في هذه الحلقة لازم تعرف مين هو الدجال علشان خاطر تتوصل لما توصلت إليه من بحسي من أدلة قرآنية ومن السنة النبوية وكلام أهل الكتاب اللي احنا بنعتمد عليه طالما لا يتناقد مع القرآن والسنة الدجال هو السامري على الراجح والسامري الذي نشأ وظهر وذكر في القرآن الكريم في خضم الحديث عن نبي الله موسى وبني إسرائيل السامري هو الدجال على الراجح وليه كلام في هذا الموضوع وليه بحث في هذا الموضوع وارجعوا للقناة عندي عملت لكم حلقة بس مباشر كانت حلقة مستفيضة وأثبت لكم بالأدلة القرآنية أن السامري هو الدجال لكن عايزين نقول أن هذا الشاب المعمر كيف نشأ هذا الشاب هو أدرك كل الأنبياء وحذر منه كل الأنبياء والسامري دجال له ألاعيب زي ما القرآن ذكر وزي ما النبي محمد حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم لكن أنا النهاردة هربط ليك كل عناصر عنوين الصورة المصغرة في حاجة واحدة وهتتضح ليك الصورة كاملة في نهاية الحلقة الدجال اللي هو السامري من يومه مولع بالذهب ومولع ومهتم جدا بالذهب حتى العجل اللي عملوا لبني إسرائيل كان من ذهب جمع الزهب بتاع الناس والذهب اللي بنوا إسرائيل جمعوه ودول كانوا يعني ما كانوش أغنية بل يعني كانوا يعتبروا عبيد عند المصريين كما قال المفسرين وكما ذكر القرآن إن فرعون كان يستعبدهم فأتوا بهذا الزهب من المصريين وأخذوا واستلفوا الزهب في يوم الزينة يوم العيد بتاعهم اللي هو يوم الزينة على أساس إن كان الدية عادة كانوا بيستلفوا الزهب من المصريين في كل عيد اللي هو بتاعهم اللي هو يوم الزينة عند اليهود ويرجعوا بعد ما ينتهي هذا العيد خدوا الزهب وخرجوا مع نبي الله موسى ومن هذا الزهب السامري زي ما هم أخذوا سرؤوا من المصريين فالزامري نصاب أخذوا أيضا من الإيه منهم ويعني عمل لهم أو صنع لهم عجل زي ما القرآن تكلم في هذا أسيق فهو مولع بتجميع الزهب والسروات من يومه وده يخدنا لفكرة مهمة جدا جدا طبعا أنا كاتف في العنوان أنا أعرف مكان الدجال اصبر علي واسمع الحلقة للآخرة علشان هتصل في النهاية للنتيجة اللي أنا عايز أوصلك إليها شيروا لايك واضغط بكسافة عايزين نوصل الحلقة الأكبر عدد من الإعجابات علشان القناة أو اليوتيوب يقترحها المنصة تقترحها مدام وصلنا لنتيجة إن السامري أو الدجال مولع بجمع الزهب وكنوز الأرض عايز يسيطر عليها لازم نصل برضو لنقطتين مهمين النقطة الأولى إن كنوز الأرض تسعين في المية منها في مصر وده بشهادة الخبراء والمؤرخين والآثار بتاعة العالم ده حقيقة تاريخية إن آثار العالم 3-4-3 آثار العالم في مصر طيب الآثار بتاعة العالم اللي هي كنوز الأرض ديت كم في المية منها في مصر تم اكتشافه اللي تم اكتشافه أحباب ما يزيدش عن عشرة في المية من كنوز الأرض اللي هو تلتين الكنوز اللي موجودين في الأرض يعني نسبة قليلة جدا وعايز أقول لكم كمان إن يعني عدم البحث بجدية لاستخراج كنوز الأرض الموضوع ده عن عمدة أصلا بتعليمات يعني انتو عارفين الموضوع جاي منين وماشي منين وحكام العالم الحقيقيين والتوجيهات بتاعتهم دي النقطة الأولى إن الكنوز موجود معظمها في مصر ثانيا إن الأحاديث بتقول إن المهدي هو اللي هيستخرج هذه الكنوز يبقى أنا كده وصلتك لحكتين مهمين مهمتين جدا إن الدجال مولع السامري بجمع الزهب والصروات وإن المهدي هتخرج له الايه الكنوز بتاعة الأرض وارجع للحلقة اللي فاتت يبقى أنا كده أنا عندي كده صراع واضح جدا ما بين المهدي والسامري بن قسين الدجال على كنوز الأرض طيب الصراع ده مكانوا فين الصراع ده مكانوا في مصر ليه؟ لأن زي ما قلتلك إن مصر فيها معظم الكنوز يعني خاصة قرى الصعيد والأماكن دي تقول لها بقى والناس اللي من مصر عارفين الكلام ده ناحية سهاج وناحية المينيا وعيمة عيمة الأماكن دي على كنوز وعلى آثار الأرض المخفية كمان إما حط ليك الصورة إن الدجال السامري أضى فترة من حياته هو معمر فترة طويلة جدا أضاها في مصر وله زكريات كبيرة جدا جدا عن مصر مع مصر وكان مع بني إسرائيل عاش حياة العبودية في مصر وعاش زمان الخروج مع نبي الله موسى وعاش العقاب اللي ربنا الهولو اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس كل الذكريات دية كانت في مصر وهو مش ناسي هذه الذكريات حد يقول لي عرفت منين هقول لك الدليل هو مش ناسي هذه الذكريات ومصر عنده مكان استراتيجي ومكان يعني مهم للغاية ليه كلكم عارفين أشهر عملة موجودة في العالم الآن اللي هي العملة رقم واحد مرسوم عليها ايه مرسوم عليها العين الوحدة ومرسوم عليها الأهرامات آه طيب ليه الأهرامات يا أحباب لأن الأهرامات عند السامري كنز كبير جدا جدا والأهرامات عند السامري صراع كبير هو عارف إن الصراع ده لن يحسم إلا في زمان الإمام المهدي لأن خطة السامري تخيل بقى أنا هقولك الكلام الغريب المفاجئ ده خطة السامري إنه هو بعد ما المهدي يطلع الكنوز هو ياخدها منه واحد يقولك إزاي ده ربنا قال طب ده الناس دول السامري والدجال ومن معه ناس كفار يتحدون الإله دي الخطة بتاعتهم صراع على كنوز الأرض الأهرامات يا أحباب مليئة بالعلوم الخفية والأهرامات سر كبير جدا جدا لن يكشف هذا السر إلا الإمام المهدي يعني إما نيجي نتكلم عن الأهرامات مين اللي بنى الأهرامات موضوع خلافي كبير جدا جدا متى بنيت الأهرامات هل قبل طوفان نوح أو بعد طوفان نوح أمر خلافي كبير جدا هل من بنى الأهرامات كانوا مصريين موضوع خلافي كبير جدا وإن كانوا مصريين هل مين هم السلالة بتاعتهم موضوع فيه بحث كبير جدا وإن شاء الله يعني ممكن نكمل معكم كلام ونقول لكم هذه الحقائق وأنا مش ناسي طبعا يأجوج ومأجوج الأراضي المفقودة بس أنا كان لي متعمد إن أنا أعمل الجزء التالت عن هذا الأمر لأن الأجزاء عندي يعني فيها اتصال في الأفكار علشان الناس ما تتهش مننا نتاج بحثي أقدر أجاوب على السؤال اللي أنا كتبته في الصورة المصغرة الدجال أزعم أنه في نفق من أهرامات مصر ممكن تتفاجئ بالكلام بتاعي اللي أنا بقوله ده أزعم أن الدجال موجود في هرم من أهرامات مصر مش هقول بقى ممكن الهرم الأكبر لعل يكون الهرم الأكبر لأن أنت ممكن تبقى فاهم أن الأهرامات دي ده الأهرامات دي فيها أنفاق وأنفاق تؤدي إلى يعني موضوع كبير جدا واحد يقولك إزاي ده حديث تميم الداري بيقول أن أنا أنا عندي قناعات كبيرة جدا أن الدجال في أراضي عربية وأزعم أن المكان الأول المرشح أن يكون فيه الدجال هو مصر اللي محبوس ومقايد فيه الدجال هو مصر فيه هرم من الأهرامات والعلم عند الله وفكر كويس جدا هتلاقي المكان ده أكتر مكان مؤهل أن لا أحد يتوقع أن يكون فيه الدجال وهذا والعلم عند الله وده اجتهاد مني ممكن أكون أن أنا في هذا الأمر مصيب أو مخطئ طالما لا يوجد نص شرعي عايز أكمل معاكم الكلام بتعنا لو حبين أعمل جزء رابع أكمل فيه الكلام عن الأرض وأسرار الأرض وكنوز الأرض التي ستظهر هذه الأسرار أزعم قريبا بإذن الله اكتب لينا عايز غزء رابع وضغط على زر إعجاب لايك بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته